السلام عليكم. دي المحاضرة السادسة في الموبايل كومبيوتينج. وهنتكلم في المحاضرة عن الواب وعن الامم اس. طيب. احنا زي ما احنا عارفنا ال جي اس ام كانت عايزة او النتور بتاعتنا كانت عايزة توصل لمرحلة الثري جي. اه في الثري جي هنقدر ان احنا ناكسس الانترنت. طيب. اه قبلتنا مرحلة يعني قبلتنا مشكلتين مهمين جدا في الموضوع ده. اول حاجة لان بتاعتنا عايزين نخليه كبير. مش اه مش صغير زي ما كان موجود فيه. وتاني حاجة موضوع ان احنا ناكسس الانترنت زات نفسه. اول مشكلة وهي مشكلة كنا عالجناها في المحاضرة اللي فاتت عن طريق الجي بي ار اس. وعن طريق ان هو اه سمح لنا ان احنا نبعت الداة في شكل وبكده نقدر نبعت ده حجمها كبير. اه وبسرعة عالية. طيب تاني حاجة هنتكلم عنها او تاني مشكلة مفروض ان احنا هنحلها هي موضوع ان احنا ناكسس الانترنت. طيب ازاي بقى هناكسس الانترنت عموما? فظهر عندنا حاجة اسمها الواب. طيب الواب دي اختصار ايه? الواب دي اختصار الوايلس ابليكيشن بروتوكول. طيب ايه الوايلس ابليكيشن بروتوكول? هي مجموعة من البروتوكولز بتخلي الموبايل بتاعي قادر ان هو يعمل اه مع اي موقع ويجيب داتا منه. تمام? هو مجموعة من البروتوكولز بتسمح ليه الموبايل بتاعي ان هو اكسس الانترنت. و اه يدخل على اي اه موقع والداة اللي موجودة على الموقع دي تتعرض لي عادي زي ما بتتعرض على اي بي سي. تمام? اول حاجة هنا بيقول لي ان الواب اس دزاين تو اكسس انترنت اند ادفانس التليفوني سيرفزز. او بيقول لك ان الواب اه اتعامل عشان يسمح لك او يسمح لي الوايلس انها هتاكسس الانترنت. وفي نفس الوقت بقية التليفوني اه سيرفزز موجودة. الكولز والاسم اس وكل حاجة تانية موجودة. بلاس عليهم ان احنا هنريدون اكسس الانترنت. طيب. بيقول لك ان الواب اه او بيقول لك ان الاول ان فيه موجودة على الديفايزيز. طيب ايه هي بيقول لك ان الديسبلي بمعنى ايه بمعنى النوبايل بتاعك اكيد الشاشة بتاعته اصغر بكتير من البيسي. اه عدد الكيز اه اه مفيش بوينتر. مفيش ماوس. اه النتور كونيكشنز مختلفة. اه في عندك ليميتد ميموري وليميتد كومبيوتشنال ريسورسس. الميموري والبروسيسور بتاع الموبايل اكيد مش زي الميموري والبروسيسور بتاع البيسي. تمام? فالواب او الوارلس ابلكيشن بروتكول لازم تخلي بالها من كل الحاجات دي. بعد كده بيقول لي ان الواب بنقدر نستخدمها في مجموعة مختلفة من النتوركس. سواء كانت جي اس ام جي بي ار اس سي دي ام اي تي دي ام اي. الواب تنفع تشتغل على اي حاجة من دول. لكن بيقول لي هنا ان ال جي بي ار اس والسري جي هم اكتر حاجة مناسبة لي الواب ابليكيشنز. يبقى احنا الواب ابليكيشنز بتاعتنا او الواب عموما قادرة انها تشتغل اه على نستوركس مختلفة. لكن ال جي بي ار اس والسري جي هي اكتر حاجة مناسبة. اول الموبايلات اللي عملت اكسس الانترنت او استخدمة الواب هي والموتوريلا والنوكيا. بعد كده بيقول لي ان اول اه نسخة طلعت من الواب كانت سنة الف تسعمائة تمانية وتسعين. تمام? تمام. اه زي ما احنا قلنا ان الواب هي مجموعة من بتسمح لي او الموبايل بتاعي ان هو اكسس الانترنت. ويعرض بتاع اي او اي او اي طيب. المجموعة من دي هي متقسمة. كل من الليرس بتاعت الواب ابليكيشن ليها بروتكول. فالشكل ده بنسميه الواب او بنسميه البروتكول استاك. البروتكول استاك هي مجموعة البروتكول اللي بتسمح لي ان انا اه اضبط الواب او اشغل الواب بتاعي. واخلي النترنتي شغال على الوايرس ابليكيشن بروتكول. طيب اول حاجة هو الابليكيشن لاير. بعد كده عندنا استششن لاير. بعد تد عندنا ترانزكشن لاير. بعد كده عندنا السيكوريتي لاير. بعد كده عندنا بسبب لير. الشكل ده كنا شفنه هو في مادة النتورك قب李 كده scheduled. وكنا عارفين كل لاير من دول كان بتعملين. بس هنتكلم عن كل لاير بالتفصيل للك وبعد impatient. بعد كده بيقول لك في عندنا subconscious دي. وهي اللي بيحصل عليها الترانسميشن للداتا بقى. هي اللي اللي بتتنقل من خلالها من السيرفر لليوزر. فهنا بجايب لي انواع مختلفة من فاحنا مش مهتمين غير بالجي اس ام. لان هي دي اللي احنا بنتكلم عليها طول الكورس يعني. طيب. اول حاجة هنتكلم عنها هي اه الطيب. 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 الطيب 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 طيب الطيب 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 معتمد او بيكون من اول معنا هو طب ايه اليوزر ايجن ده هو البراوزر او اللي بيقدر اللي بيفتحه اليوزر عشان يجيب بقى عشان يعرض اللي هو عايز يقرده تمام تاني حاجة عندنا هي بيقول لك هي شبه الاشتيم ال كده هي المسؤولة انها تعرض الكونت بتاع الويب بيج او الويب ابلكيشن لكن معمول لها بحيث انها تناسب الويب بيج يبقى هي حاجة شبه الاشتيم ال لكنها لي الويب تالت حاجة هي الو مل بيقول لي هي اه هي شبه الجواسكريبت يعني هي لغا كده شبه الجواسكريبت في في الويب لكنها الويرلس ديفايز او للموبايل. بعد كده عندنا حاجة اسمها الكونتينت فورمات. الكونتينت فورمات دي هي المسؤولة عن الفورمات اللي بتتعرض بها الداتا. دلوقتي انا اه الويب بيتش دي اه راجعي او الداتا اللي راجعي من السيرفر الويب سيرفر دي اه مفروض يكون لها فورمات معين تتعرض با اه قصودي. تمام? فاللي بيزبط الموضوع اه بتاع الكونتينت فورمات دي هو الويب بيقول لي هنا ان في الكونتينت ده بيكون من الكونتينت جنريتورز والستاندرد كونتينت انكودينج. يا الدكتور ما كلمتش على اتنين دول بالتفصيل بس كفايا ان انت تبقى عارفهم يعني. طيب. اخر حاجتين معانا هنا هما الويب بوش اركتكتشو. طيب دي عارف لما بيكون في موجود رقم تليفون في في الويب او رقم تليفون موجود في بيتش معينة على الويب. فانت لو فاتح من الموبايل بتاعك لو دست على الرقم ده هتقدر ان انت تتصل بي على طول. او الرقم مسلا هيتاخد كوبي وتعمله بيست في بتاع المكالمات عندك على الموبايل وتقدر ان انت تدوس على كل وتكلمه. فهي دي الويب تليفوني تاني حاجة عندنا هي الويب بوش اركتكتشو. يعني ايه? بيقول لك هي دي ميكانيزم بتقلاوي انها توصل لك الكونتينت او توصل للترمينال الكونتينت من غير ما يكون في ريكوستنج. يعني انت دلوقتي لما بتدخل على على ويب ابليكيشن او على ويب بيج من الموبايل بتاعك. انت يدوك بتدخل او بتفتح والسيرفر بقى بيبعط لك كل الكونتينت اللي عنده. او بيعمل لكل الكونتينت اللي عنده. من غير ما انت تطلب الكونتينت ده. مجرد بس دخولك على الموقع او دخولك على الويب بيسمح للسيرفر ان هو يبعط لك كل الكونتينت اللي انت مفروض تشوفه او اللي مفروض يصار لك من غير ما انت تطلبه. طيب دلوقتي هل السيرفرز او الويب سيرفرز هتنقسم السيرفر مسلا متخصص ليه الموبايل وسيرفر متخصص انه يرجع الداتا او يكونكت معه البي سي وسيرفر لللاب توب وسيرفر. لا هو نفس الويب سيرفر اللي كان بيرجع الداتا بتاعت الويب عادي للبي سي هو هو نفس الويب سيرفر او الكونتينت سيرفر اللي هيرجع الداتا ليه الوائلس دفايز او الموبايز. تمام? الفرق بس ان احنا بنعمل او زودوا حاجة اسمها جيتوي او واب جيتوي. الواب جيتوي دي هي جيتوي مسؤولة انها تاخد الكونتينت من السيرفر. وتزبط كده في شكل الموبايل عندك او النتورك بتاعت الموبايل بتاعتك تقدر انها تفهمه وتوصله لك. وبياخد كمان منك او من الموبايل بتاعك يحوله للشكل اللي ينفع يتباعت له الويب سيرفر. وهنتكلم على الواب جيتوي دي قدام شوية. يعني النقطة دي واضحة فكرة انه هو عندي سيرفر واحد بيخدم البي سي وبيخدم الوايرلس ديفايس او الموبايل لكن مع مع زيادة هي الجيتوي لفي النص. طيب هنا بيقول لك ان البرائماري ابجيكتف لي الوايرلس ابليكيشن انها تبروفايد الانتر اوبريبول يعني ايه? يعني انت مفروض ان بتاعك او يكون قادر ان هو يتعامل مع اي سيرفر مع اي ويب سيرفر موجود ويرجع الكونتنت بتاعه ويعرضه لك. تمام? طيب. بيقول لك الموضوع ده بيكافر بقى السيستم اركتكتشور العільقة столько ال说 Märty impacted by user agents. Ahh uh networking schemas. والcontent format و програмming language. وكل الكلام دي كل. احبي قل لك هو الموضوع ده معتمد على او ليه علاقة thấy الuser agents و networking schemas وال content formats وال bir pandemic language. وكل الحاجات ده المفروض تبقى الابليكيشن. المسئول عنها او عشان احقق موضوع ان انا اخد دى من اي سيرفر. لازم اهندل دي كلها. طيب. بيقول لك ان الكونتينت بيحصلوا عن طريق الستاندرد بروتوكولز اللي موجودة في الدابليو دابليو دومين. بيقول لك بيحب اه بروتوكول يعني يعني دلوقتي الكونتينت عشان يجي لك من الويب دومين اللي انت داخل عليه. فهو بيتابع عادي جدا. يعني نفس البروتوكولز اللي موجودة على البي سي. اه هي نفس البروتوكولز اللي بيستخدمها السيرفر عشان يوصل لك بتاع بتاع الويب بيتج او بتاعت الويب ابليكيشن. وانت في بتاعك بتستخدم حاجة شبه طيب 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 اصلا هدفه ايه هدف ان هو يجيب الكونتينت من السيرفر ويعرضه على البي سي وصادك. طيب احنا بقى في الموبايل ديفايزز هنستخدم اه بروتوكول كده شبه في النيتوك بتاعتنا عشان اولا ما يستلم الكونتينت من النيتوك اللي براه او من الانترنت يزبطها ويخليها في يحولها للشكل اللي احنا نقدر او الكونتينت يحوله للشكل اللي احنا انا قدر نعرض على الموبايل تمام بيقول لك ان تمام تمام بيقول لك ان بيسمح لك ان انت تعرض اللي معمولها هستد على زي ما احنا قلنا هي الويب سيرفر واحد سواء كان للبيسي او للموبايل او لأي حاجة فبيقول لك هنا ان لازم بتاعتك تكون قادرة انها اا او تستقبل اللي موجودة على العادية بتاعي تمام بيقول لك كل الكونتينت يعني انت كل الكونتينت اللي انت بتاعته بتاعته عن طريق اليو ار ايلز عادي انت بتدخل مسلا فبيتفتح لك الفيسبوك انت مش بتدخل على مختلف ولا حاجة ده نفس اليو ار ايل بالزبط اللي بتفتحه على البي سي ما فيش اي مشكلة او بيقول لك هنا في عندك اه اه الواب جيتوي دي بتبقى موجودة في التي سكبي اي بي نيتورك عشان تهندل الكونتينت توصلوا لل النيتورك بتاعت الموبايل طيب بيقول لك الجيتوي دي بتستقبل الكونتينت اور الكونتينت اللي موجود على czas او بتستقبل من السيرفر. مكتوب بقى باللغة بتاعت السيرفر. بعد كده بتعمل لها فورمات في و زي ما احنا قلنا هي بتاخد من السيرفر زي ما هو زي ما بيتعرض على و زي ما بيرجع على اي حد. وبتبتدي دي انها تهندله. وتخليه يحصل له في الفورمات بتاع موبايل. اللي احنا قلنا عبارة عن اي? عبارة عن الوائلس ماركب ويهي الوامل سكريبت. هي بقى بتحوله للشكل ده عشان ينفع يتعرض عندك على الموبايل. طيب. هنا بقى ده بيكون شكل الموضوع عموما. هنا ادي او ادي الموبايل بتاعنا. بيبعت انكودد ريكوست للجيتوي اللي احنا حطنا في النص. الجيتوي دي بتعمل دي كودينج للريكوست وبتبعتها للورجين سيرفر. طيب. الورجين سيرفر ده عنده كونتنت. هيرد بيه. فبيعمل ريسبونس بالكونتنت ده. بيعدي على الجيتوي. الجيتوي بتعمله انكودينج. وتبعت الانكودد ريسبونس ده لي اليوزر ايجنت او ليه بتاعه. تمام? طيب. ايه ليه حوار الانكودد والديكودد والكلام ده? فبيقول لك ان احنا بنعمل انكودد. عشان ان نمنميز الانكودينج ده. عشان نقلل حجم الانكودينج ده. اللي بيحصلها ترانزكشن اوور زاير. الانكودينج اللي الموبايل بيطلحها عايزين نقلل الحجم بتاعها. فبنعمل لها انكودينج. بيقول لك ان احنا نقلل الانكودينج ده بيقلل الالي محتاجين عشان نبروسس الداتا. يعني انت تلوقتي لو قللت حجم الداتا حجم الداتا بتاعتك اللي انت بتخرجها او بتخرجها من الموبايل او بتستقبلها على الموبايل. فكده هتقلل اللي انت محتاجها عشان تبروسس الداتا دي. تمام? فنراجع تاني كده فقادي الكلينت او قادي الموبايل بتاعنا. عليه عن طريق ده يقدر ان هو يشوف بتاعت او بتاعت الموقع. بيقول لك بقى بيبعت فالجيتوي دي بتعمل دي كودينج للريكوست ده. وتبعته للورجين سيرفر. فالورجين سيرفر هيرد بالكونتنت اللي عنده. ويعمل بي رسبونس. فالرسبونس ده هيعدي على الجيتوي. الجيتوي هتعمل انكودينج للرسبونس ده. وتوصله الموبايل. تمام? طيب هنا بقى بيكلمني على بس بالتفصيل شوية. بيقول لك ان الواب بتاعتك بيت اه بتوفر حاجة اسمها دي بتسمح لك ان انت تعمل التليفوني ابس. ضيب. اه 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 بيقول لك ان هي بتعمل او بتحقق دي باستخدام دي باستخدام دي باستخدام بتاعت عشان اه 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 توصل دي لي او تعرضوا ليه. ايه هي اصلا الويرلس تليفوني ابيقول لك انا مسال. دلوقتي انت عايز تحجز اه ترابيزة مسلا في مطعم. بيقول لك انت بتفتح بتاعك وتخش على بتاع المطعم ده. وبتلاقي التليفون اه بتاحهم او النمبر بتاحهم مكتوب. بيقول لك في انت هتسجل الرقم ده على ورقة مسلا وتخرج. تكتبه على على عندك وتتصل به. بيقول لك لا انت بدل ما تعمل من وتكلمهم والكلام ده كله انت كفاية بس عن طريق الويرلس تليفوني اه انت بيبقى في مسلا زرار كول او حاجة تقدر اول ما تدوس عليه كلم الرقم ده على طول. تمام? طيب. طيب. تاني لير معنا هو الهو بيستخدم اه بروتوكول اسمه الويرلس تشن بروتوكول. طيب. الويرلس تشن بروتوكول ده بيعمل ايه? هدف ان هو يهندل او يفتح السيشن ما بين او اليوزر ويحافظ على السيشن دي مظبوطة وشغالة وزي وبيقفل السيشن دي في الاخر. طيب. السيشن ايه السيشن اصلا? دلوقتي انت اول ما بتفتح اه او اول ما بتفتح او اول ما سيششن مفتوحة ما بينك وما بين السيرفر. زي ما يكون Living ده هو اللي بيهندل او هو اللي بييحافظ على السيشن دي وبيحافظ عليها死غالة وفي الاخر بيقفلها. بيقول لك الوائل السيشن بروتكول بيبيبروفايد كونسيستنت انترفيس ما بين الكلين والسيرفر هو اللي بيخلي او بيسمح ان يكون فيه انترفيس كده اه يقدر من خلالها الكلينت يتكلم مع السيرفر او السيرفر يتكلم مع الكلايد. طيب ايه هي الابليكيشنز بقى او او الحاجات اللي بيعملها الوائل السيشن بروتكول. اول حاجة استابلش ويكلوز او اللي بيفتح السيشن وهو اللي بيقفل. تاني حاجة بيقول لك بيكون فيه بروتكول فانكشناليتي يوزنج الكابابلتي بيكون في او هدف ان هو يكون فيه ما بين الكلينت والسيرفر عشان نطبق البروتوكول فانكشناليتيز اللي تحافز على السيشن دي شغالة. تمام? تالت حاجة الكونتنت اللي رايح وجاي ما بين الكلينت سيرفر الوائل السيشن بروتكول بيعمل له وهو اللي بيبعته هو المسؤول عن ان هو يروح ويجي يعني. تمام? اخر نقطة هو هو اللي مسؤول ان هو لو يوقف السيشن ويرجعتين. تمام? بيقول لك هو غالبا او اه مناسب اكتر بيقول لك هو سامح بان انت يبقى فيه او اه متوفرين في البروتوكول ده. بيقول لك بقى ان اه بيكون جواه ايه? بيكون جواه اه بيكون فيها اه بيكون فيها حوار ان انت تتقفل السيشن وترجعه تاني. كل بقى اللي محتاجة بيقدر يحققها الوائل السيشن بروتكول. بيقول لك الوائر الوائل السيشن بروتكول ما بيكونش محتاج طيب مما ده موجود لي? ده موجود بسبب ان اللي بتستخدم الوائل السيشن بروتكول هي اللي بيكون محتاجها. يعني زي ما تقول كده ان الوائل السيشن بروتكول بيوفر لك اه سيكيوريتي للسيشن اللي انت فتحه. لكن اللي محتاج بقى السيكيوريتي اللي هنتكلم عنه قدام ده هو اللي بتستخدم الوائل السيشن بروتكول. طيب هنتكلم دلوقتي عن تالت لير معنا. طيب. تالت لير هو يعني ايه? دلوقتي انا فتحت ما بيني وما بين السيرفر. اي داتا بنبعتها او نستقبلها او اي ترانزكشن انا بعملها او اي تعديلات انا بعملها هي دي الترانزكشن. يعني انا اعملت اكشن مثلا بيمسح ريكو اه اه بعتلي ويقول له اه اعرض لي الداتا الفلانية بادوس في حتة معينة عشان تاخد اكشن على السيرفر كل الكلام ده بنسميه يبقى هي الداة اللي راحة جاية او العمليات اللي انا بعملها ما بين وما بين السيرفر جوه السيشن اللي احنا فاتحينه مع بعض طيب بيقول لك هو بيقول لك هو بيبروفايد يعني هو مناسب للموبايلز بتاعتنا او مناسب للموبايلز بيقول لك بيسمح بالانتر اكتف براوزنج يعني اللي معتمد على انت بتبعت والسيرفر بيرود عليك برس بونس تقول السيشن ما بينكو الدنيا في ريكويست وفي رس بونس رايح ورس بونس جايب في عندك ثري كلاس من الترانزكشن سيرفزز اول حاجة هو يعني ايه يعني اللي بتتبعت ما بينكم ما بين بعض مش مهم لو في باكت وقت في النص فاهمين مش مهم لو في دابليكيت مش مهم لو في باكت في النص بوزت يعني زي الويب ستريم لما كون بتكلم حد اه على ويب او حاجة على على جوجل ميت او ديس كورد او اي ان كان انا اهم حاجة عندي السرعة اهم حاجة بتاعي انا بتكلم والحاجة بتوصل لك او الداة بتاعة الكلامي او الفيديو بتاعي بتوصل لك بسرعة مش مهمة بقى لو في باكت في النص ولا حاجة تمام وبيقول لك مفيش بتبعت لك تقول لك مسلا الباكت دي وصلت لأ هو انت الباكتس وقعت ما وقعتش اه عادي مش مشكلة ومفيش بترجع لك تقول لك ان الباكت دي وصلت طيب تاني نقطة يعني انا مهتم من الباكتس كلها توصل توصل سليمة توصل بالترتيب الصح تاني حاجة انا مش عايز يعني انا عايز الباكتس بس توصل مترتبة وسليمة وتوصل كلها بس مش مش عايز اكنولجمت المسجج تجيلة طيب في بقى السيرفز الثالثة او او الكلاس الثالث هو ان انت بتعمل وفيه يعني انت المسج بتاعك مهم جدا انها تحقق وتوصل الباكتس بتاعتك كاملة مترتبة والديني زي الفل وكمان يجي لك اكنولجمت ان الباكتس دي وصلت صح تمام كده تمام بيقول لك هو بيبروفايد فيتشرز يعني ايه الفيتشرز بقى اللي بيوفرها بيقول لك موضوع دي اقدر ان انا حققه تاني حاجة بيقول لك اه اه حوار ده ان الباكتس وصلت او وصلت صح ويجي لي رد او ماسج ماسجز تقول لي ان الداتا وصلت والكلام دي بعد كده عندنا حاجة اه اسمها الكونكاتينيشن والديلايد اكنولجمت عشان نريديوس المسجز اللي بتبعت دلوقتي ممكن يكون حد مسلا بيبعث لك كتير كده جدا 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 فدي توقع السيرفر بتاعك بيقول لك انت ممكن تعمل اه كونكاتينيشن او حاجة اسمها الديلايد اكنولجمت عشان تبطأ او تقلل عدد المسجز اللي بعد ده عشان السيرفر بتاعك ما يقعدش واخر حاجة موضوع لازم نسينك او نعمل مع بعض عشان نعمل معينة نوعية دي اه متوفرة في طيب اه رابع هنتكلم عنه هو السكيوريتي لير طيب السكيوريتي لير ده في اآ بروتوكول أسمه الوايرليس ترانسبورت لير سكيوريتي الوايرليس ترانسبورت لير سكيوريتي ده بروتوكول بيقول لك ان هو مشتقى من بروتوكول تاني اسمه سيكيور سكيور سكيوريقي ت tuned هو WTLS بتاعنا ده او البروتوكول بتاعنا ده واخدينه من البروتوكول تاني اسمه السكيور سيكيور سيكيور سيكيوريتي في الواب ترانسبورت او هو معمول عشان يتم استخدامه في الواب ترانسبورت بروتوكول بيقول لك هو معمول عشان يستخدم على الناروباند كومينيكيشن شانلز القريبة من بعض او البند بتاعها قريب ايه بقى الفيتشرز اللي بيوفرها لي اول حاجة الداتا انتجريتي طيب ايه الداتا انتجريتي بيقول لك ان انا بتأكد ان الداتا دي ما حصلش عليها اي تشينج وما حصلش عليها اي كوربشن يعني اول حاجة الداتا انتجريتي دي بيقول لك ان هو بيتأكد ان الداتا اللي بتتبعت ما تغيرتش وكمان ما حصلش عليها اي كوربشن ما حدش عدل عليها وبواضح او الداتا ما بزيتش في السكة تمام تالت تاني حاجة بيتأكد ان الداتا اللي تبعت دي برايفيت وانسين برايفيت ما حدش يقدر يوصل لها ولا يعدل عليها ولا الكلام ده وانسين يعني ما حدش يقدر يشوف الكونتنت بتاعت الداتا بتاعته تالت حاجة لو اكيد يعني انتو فاكرينها من حوار فاكرت ان انا اعرف نفسي على يكون قادر يحدد انا مين بالزبط مين اللي بيعمل لوجين مسلا والكلام ده كل او هي فكرة ان انا ابعت كتير للسيرفر لحد اما يوقع فبيقول لك انا بيقول لك انت بتعمل داتا الدياتا في داتا كتير عمالة الجيلي والدياتا دي اه بهدفها انها توقع السيرفر او تحقق الدنيا في انا لازم اعمل من ده طيب طيب اخر لير هنتكلم عنه هو اللير الخامس والاخير هو الترانسبورت لير طيب الترانسبورت لير ده بقى هو بيمثل انترفيس ما بين الاربع ليرز اللي اتكلمنا عنهم والنتورك بتاعتنا بقى هو بقى المسئول انه يترانسبورت الدياتا ويسترامها من الليرز اللي فوق دي ويوصلها لي النتورك فبيقول لك ان هو بيقريت او بوفزا داتا بيرر سيرفزز سوبورتد بايزا هو فوق الدياتا بيررز على طول او فوق النتورك بتاعتي على طول بيستخدم الاي بي والروتينج بروتوكول بيقول لك ان هو بيستخدم اليو دي بي بدل التي سي بي لو فاكر كده ان التي سي بي في الويب كان بيعمل اي او هدفه ان هو يتأكد ان الريلابيلتي متحقيق على الداتا اللي هو هيعمل ان الباكيت وصلت ويتأكد ان كل الباكيتس وصلت بالترتيب والكلام ده كله لأ بقى احنا بتستخدم اللي هو اليوزر داتا بروتوكول اليوزر داتا بروتوكول ده هو بيبعث وما بيعملش تشيك على الريلابيلتي ولا الكلام ده كله طيب ليه ليه بنستخدمه عشان هو اسرع وبس ما بيعملش هاند شيك وهو ما بيعملش الهاند شيك اه اللي كان بيعمله عشان يفتح الكنيكشن والكلام ده و اه اه ده بيخلي السبيد او السرعة بتاعت الترانسيبورتيشن للباكيتس اه اكبر او للداتا اكبر او بيقول لك هو بيبروفايد عشان يقلل يعني يقلل التأخير اللي بيحصل على الداتا او لكنه ما بيحققش موضوع الريلابيلتي او مش مسؤول عن موضوع الريلابيلتي طيب بيقول لي هنا وما بيكونش تطالب ان الماسج يحصل الله اسبليت في باكيتس لا هو بي يدوك بيبعت الماسج كده كلها على بعضها للكلاينت عشان يحصل لها ريئة السمبل بيقول لك هو بيتكلم بشكل مع الواب جيتوي عشان كده اه بيقل اللي كان بيحصل بسبب تي سي بي يعني بيقول لك هو بيتكلم بشكل مباشر مع الواب جيتوي عشان كده بقى ما بيش البرهيد بقى اللي كان موجود في提سيد يعني اللي موجود في تي سي بي ده مش موجود هو بيتكلم بشكل مباشر كده على طول مع الواب جيتوي علي بيقول لكن الـ الو Indiana او بتاعنا الوارس داتا بروتوكول ده اللي موجود في الترانسبورت الوارس داتا بروتوكول ده هو بيمثل ما بين اه كل الليرز اللي فوق سواء سيكوريتي او سيشن او او امكان مع مع اللي تحت يعني هو الانترفيس ما بين الليرز اللي فوق والبيررز اللي تحت او النتورك بحوار ده يا الدكتور ما تكلميتش عليه بسيب لك زي ما يكون ايه بيحقق كده بيقدر ان هو يتعامل مع اي نتورك او يقدر ان هو يعمل مع اي نتورك او اي بيررر موجودة تحته طيب هنا بقى بيكلمين على اه بيقول لي هي عبارة عن كده موجودة في النص بتعمل انكودينج وديكودينج ما بين الموبايل ديفايزيس والويب سيرفر وشورحنا احنا الموضوع ده فوق بيقول لك الواب جيتوي اه بتكون موجودة في التلكم نتورك او اللي هو بنسميه الاي سبي كنا اخدناها برضو في في الداة سيكوريتي تمام فهو الواب جيتوي بيقول لك ايه موجودة في اه التلكم نتورك او وزن الكمبيوتر داتا نتورك اللي هي اي سبي طيب الفنكشنالتي بتاعته بقى ماشية ازاي او ايه اللي هي ماشية فيه او السيناريو ماشية ازاي بيقول لك اليوزر دلوقتي اه طلب او عمل عن طريق اليوزر مسك بتاعه وكتب بتاعه تمام فبقول لك الجيتوي بتعمل بتفتح كده مع او الويب سايت اللي موجود عليه دي او موجود عليه الويب بيتش دي تمام طيب بيقول لك بتبتدي بقى الجيتوي بتاعتنا اللي موجودة على السايت وبتاخد الويب بيتش دي بتعمل لها وتحولها عشان تقلل يعني هي خدت من السايت او خدت الويب بيتش دي من من السيرفر او من الويب سايت وعملت لها كومبيل كومبيل وحولتها البياناري كود طب لها حولتها البياناري كود عشان تقلل الاسبيس وعشان الويب بيتش دي او الكنتنت دي يوصل بسرعة بحكا بيقول لك الكود ده او البياناري كود ده بيتبعت لي الموبايل ستيشن اوور دا اير بيبتدي بقى ان الكود ده يتبعت للموبايل ستيشن او عن طريق النيتول بتاع ده الموبايل ستيشن بيستلم الكود ده ويبتدي ان هو يعمل له دي كومبيل ويعمل له بالنورمال دا بي او ام البيتش عادي ويعمل له ديسبيلية على بتاعه زي الفول كده زي الفول طيب هنا بيقول لي بقى اللي مفروض تعملها الويب جيتوى بيقول لك انها تعمل الويب استك الويب استك اللي احنا اتكلمنا عنه الهولبورت كل استك اللي فوق هي اللي بتعمله اي هي اللي بتعمل اه اه ترانسليشن بيت ما بين الموبايل ستيشن والسيرفر هي اللي بتعمل موضوع انها تحول بايناري كود او تحول من بايناري كود للشكل للسيرفر بيفهم هي اللي بتعمل الموضوع ده بيقول لك هي اللي بتعمل هي اللي بتعمل وموضوع هي كمان من ضمن اللي هي بتعمله طيب طيب اخر حاجة نتكلم عنها بقى هي طيب اختصار لي اختصار لي مالتي ميديا دلوقتي زي ما احنا عارفين كان اول شكل احنا اخدناه بعد كده اظهر حاجة اسمها ده التاني من بيقول لك ده كان عبارة عن ان انت تقدر تبعت كده ما بين وميلدي اللي هي اللي هي الردنات القديمة يعني بتاعت زمان دي طيب مع كده اظهر حوار دي بقى الجيل التالت من طيب او دي بيقول لك تقدر تبعت فيها آآ جرافيكس آآ آآ الصور آآ آآ آوديو آآ 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 اي حاجة تمام طيب بيقول لك ان الام ام اس بالتارجت لكنها بتقدر انها تشتغل في والتو اه والتو بوينت فايف جي. عن طريق حاجة اسمها الام ام اس هاند ست وام اس انفراستركشل. الدكتور برضو ما اتكلمتش عنه. طيب. بقول لك في عندك اه ليهم علاقة بالام اس. اول حاجة الواب فرم. الواب فرم دي بتعرفك المسج دي هيحصل لكم وهيتعمل لها ازاي? بقى عندك حاجة اسمها الان دي يعني كأنها بتقول لك كده ازاي المسج دي هتتبعت او ازاي الملتي ميديا مسج دي هتتبعت ازاي هتتعمل لها وازاي يحصل لها حتى. طيب. هنا بيكلمني على نقطة او او حاجتين كده مهمة بيقول لك ان انت. ممكن اليوزر مسلا يصور صورة بالتليفون بتاعه ويبعتها جوة او عن طريق مسلا. فالنوع ده بنسميه انا دلوقتي مسكت الموبايل بتاعي مسلا وصورت صورة ولا سجلت صوت ولا حاجة وبعتهم لحد تاني. فده بنسميه او ممكن يكون في سيرفر بيعمل كده لي الملتي ميديا آآ ويبعتها ايه? فده بنسميه هو سيرفر بيكاريت ويبعتها للشخص. فده بنسميه طيب. ايه بقى طيب. بتتكون اول حاجة من هو اللي موجود عند اليوزر. طيب. تاني حاجة الامم اس ريلي. الامم اس ريلي دي هي عبارة عن آآ حاجة كده في النص بتخلي مع الامم اس سيرفر. طيب ايه هو الامم اس سيرفر? الامم اس سيرفر ده هو السيرفر اللي موجود عليه كونتنت بتاع الامم اس. تمام? يعني انت في اآ ام م اس سيرفر زي ما كان في اسم اس. اس زي ما زي ما احنا ااخد pilot. في حاجة اسمه الامم اس سيرفر. الاامم اس سيرفر دي بكون عليها الكونتط بتاع اللي الامم اس اللي اليوزر عمله انجريشن.谁 احنا بيبقى في في النص كده ما بينهم وبين بعض حاجة اسمه الامم اس ريلي. الامم اس ريلي دي زي ما يكون انترفياز. او بوابة كده في النص ما بين ال mms server و mms client عشان يقدروا ان هم يتعاملوا مع بعض. بعد كده بيقول لك عندنا ال web gateway. ال web gateway هي اللي بتProvide اللي محتاجها ال mms. ال web gateway هي اللي بتحقق بقى المحتاجها عشان تشتر. طيب. بيقول لك هنا ان ال mms relay مع ال southern server الذين نسميهم ممесًا ال آخر او الممسnemصه بعد كده عندنا ال HARRIS dess에서tv ات invitesor الذين يستعمل معاً فلاازم يكون في ايميل السرف كده اتعامل معاً عشان تبعت device الاميلز اللي موجود جواها الامم اس بتاعتك. طيب. ده الشكل بتاعها بيقول لك الامم اس كلايند بيبعت الامم اس مسج او او المسج بتاعته على الراديو نتورك. طيب. بعد كده المسج دي بتعدي على الامم اس ريلي الاول. وبعد كده بتخش على الامم اس سيرفر. تمام? بيقول لك بيكون هنا في مع الانترنت عشان لو هتبعت المسج دي على الاميل سيرفر. والدكتور قالت على المالتي ميديا سيستم ده هو لو فيه سيستم مسلا بيجينريت الامم اس. فهو ده بنسميه المالتي ميديا سيستم. وبيكون عنده مع الامم اس سيرفر. بالنسبة للرسمة اللي تحت دي يا الدكتور ما تكلمتش عنها. بس هنا بكل بساطة هو بيقول لك ان الامم اس كلايند بيبعت الامم اس بتاعته عن طريق بتوصل للجيتوي بتعدي بقى من الجيتوي دي على الانترنت وبتوصل له الامم اس ريلي. ده بيقول لك الكليند اه 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 امم اس ريلي لينك. ده اللينك اللي ما بين الكليند وي الامم اس ريلي. طيب. ده الفلو بقى بتاع الترانزاكشن. اول حاجة في عندنا هو وفي عندنا طيب. بيبعت الامم اس ريلي بيقول له بيبعت له اه ان هو عايز يعني بيبعت له انا عايزة فالامم اس ريلي بيبعت له بيبعت له او بيقول له ماشي انا موافق ان انت تبعت. وبعد كده الامم اس ريلي بيبلغ بقى الشخص او اللي المفروض ان هو هيستقبل الامم اس دي. بيقول له بيبعت له كده بيقول له ان فيه حد عايز يبعط لك امم اس. طيب فال بقى بيرد بيعمل بيقول بيقول اللي بيقول اللي اللي بتاعتك وصلت لك. وبعد كده بيبعت حاجة اسمها انا بقى عايز اجد الامم اس دي ابعتها لي. فالريلي بيبعت لي الريسيفين كلاينت كونفرميشن. يقول له ماشي بتاعتك وصلت. فالريسيفين كلاينت يبعت له اكنولوجمنت. يقول له تمام يعني بتاعتك الريتريف اللي انت ابعتها لي خلاص وصلت لي. يبقى هو ابعت له جيت ريكوست. الريلي قال له ماشي. هبعت لك اه انا وفقت على الكونفرميشن ده. فالريسيفين كلاينت بيبعت له اكنولوجمنت وبيقول له ماشي. الكونفرميشن بتاعتك وصلت لي. بعد كده بقى الامم اس ليه انبعت لي يقول له ابعت لي بقى الامم اس اووصل لي الامم اس. تمام? تمام. بعد كده عندنا حاجة اسمها طيب ايه دي? بيقول ده على الامم اس كونتنت. هو كونتنت مبعوض فالمفروض ان فيه حقوق ومفروض مسلا انا لو مش عايز يتبعت لحد تاني ما يتبعتش والكلام ده كله. فاسيبك بقى من الكلام اللي فيه ده يا الدكتور ما كلمتش عنه. هنا خلينا في التلاتة انواع اللي تحت دول او اللي تحت دول. اول حاجة ايه هو الفورورد لوك? دلوقتي انا بعتت لك انت ما يفعش تبعتها لأي حد تاني. ما يفعش تعمل لها لأي حد تاني. تمام? ده اول حاجة ده تاني حاجة دلوقتي دلوقتي انا بعدت لك انا عملت لك انا بعدت لك دي انت عادي تعمل تمام? وعادي كمان انك تعمل اللي تبعت لك ده او اللي تبعت لك ده. دي عادي مفيش مشكلة. هو هنا بيسميه عشان الرايتس والمسج اللي اتنين مبعوتين مع بعضهم. اللي اتنين مرتبطين مع بعضهم. انا دلوقتي بعت لك الكونتنت وبعت لك الرايتس بتاعته اللي اتنين مع بعض. فانت اللي مسموح لك تعدل وانت اللي مسموح لك ان انت تعمل لحد تاني. طيب. تالت حاجة لسيبريت دي لفري. لا هنا انا بافصل عن الام ام اس. انا ببعت لك الام ام اس. وببعت لك الرايتس لوحدة. فانت بقى مسموح لك انك تعمل ومسموح لك ان انت اا 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 تعدل على الام ام اس. وكمان مسموح لك ان انت تدي الرايتس دي لاي حد هتبعت الام ام اس. تقول له والله ياخد الام ام اس هي. عايز تعمل لها فورورد يعمل عايز تعدل عليه عامل. فالموضوع ده اكتر حاجة مفتوح آخر. طيب. كده المحاضرة تكون خلصت. والحمد لله يعني البه sides. اشتركوا في القناة